تنسيق بين قسد والنظام السوري برعاية روسية في مواجهة هجوم تركي محتمل إذن سمحت قوات سوريا الديمقراطية قسد المعارضة لقوات النظام بالدخول إلى منطقة منبج لتعزيز مواقعها تحسبا لهجوم من جانب تركيا وفصائل سورية موالية لها على المدينة وريفها وأكدت مصادر في مجلس مدينة منبج المحلي أن رتلا عسكريا تابعا لجيش النظام توجه إلى مناطق سيطرة قسد غرب المدينة وقالت المصادر إنه أمام الضغط التركي توصلت قسد والقوات السورية برعاية روسيا إلى اتفاق سمح بموجبه للقوات السورية بالدخول بعد منع رتل عسكري قبل ثلاثة أيام وليست هناك إلى حد الآن دلائل على تعبئة عسكرية تركية كبيرة في المنطقة الحدودية مع سوريا لكن التقارير التي تفيد بتبادل القصف الصاروخي والمدفعي باتت أكثر تواترا في الأسبوعين الماضيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر